السلام عليكم البنات كنت منها تكونوا ديمام زيانين وفرحانين إن شاء الله رمضان مبارك سعيد الله يدخل عليكم بصحة ورزيق إن شاء الله باش مما تمنيتو اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة نديروها إن شاء الله في رمضان لحقش مليك نصموها دوك المسامات كي تحلو وبغيت نشارك معكم هاد الوصفة كديرها أختي اللي اعتطها ليه أنا معمار جربتها ولكن اختي دي ما كديرها الوصفة زوينة بزف صراحة اليوم ما غدي نشاركها معكم إن شاء الله عندي هنا في الوصفة قدي نور علي تجري center أختيря لكم عنه هناbas العصير بطاطا كيف ما كتشوفو عنه هنا musate بالحلبو حربو حربو حبو الحربوU، وبودرة عنه هنا مقشير ممكن كي تكشير محمل زجل مالطاق فعلا الخارج هناك كل وفرحى اليومية وفرحة اليومياة كنت نضطح الوصفة لجربات يوجه النظيف الاجب apologize وخير نتع بطاطا قرر ان العاصير نتع الخيار انا مانديش الخيار كيف يغيب هاده نتع البطاطا ثم الا عندكم دي الخيار عاد حسن عادي يعني غدي يستعملوها معها كي يجي حسن مفعولي له مهم غدي نخلط هاد المكونات مع بعض ديتهم مهم البنات عندي هنا ايا جوجد معالق نتع نيدو الحليب نتع نيدو نضيف نيدو هنا وعندي العصير متاع بطاطة قريبا ثلاثة دن متاع المعالق وغدي نخلطهم مزيان وكما اللي بنات اللي عندكم العصير متاع الخيار ضروري تديروها معها لحقاش هاد الوصفة كيتمشي معها للخيار العصير متاع الخيار هان المفعول ديالها زوينة بزاف صراحة بنسبة هاد هاد الوصفة اللي اعطيت لكم كي يحيي التجاعد وكي يصفي الوجه مزيانة بزاف يعني اللي فرنضان ان شاء الله اللي غدي تكونوا كاتصومو وديروا هاد الوصفة ولكن مخسكمش تخرج عند الشاش بنسبة الوصفة غدي تدفوها على الوجه ديالكم مدة عشرين دقيقة اللي غدي تغسلو الوجه ديالكم ضروري تديروشي اللي واقين تاع الشمس ولا شي كريمان مهم مرطب مهم غدي نضيف العصير وغدي نخلط مزيان هذه المكاونات صفة البنات هادا هو القوام ديالو كيف مما كتشوفو مهم الى عندكم الخيار ضروري تدفوها في هاد الوصفة كتمشي مع العصير نتاع الخيار مهم اللي غدي نديرو المقشر كنديرو المقشر كل الشهر ماشي يوميا اللي كتقشروا لوجه ديالكم بزاف شوية وصفية هاد المقشر في غزة الزيتون والسكر اللي عندكم كوكو عو تاني يضيفو معه زيت الزيتون يعني اي المقشر بغيتو قهو عو تاني يضيفو عليه زيت الزيتون وغدي تقشروا وانتم اللي اختيار ديالكم على حسب المقشر اللي كتبغيوه مهم البنات هادا هو الوصفة كنتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله وسمحوا لي اياكن تعطي لعليكم مكان دلكمش الفيديوهات راني عيانة بزال غير هاد الشي ما كان حطش الفيديو وكنتمنى تكون ان شاء الله ديما مزيانين وطلوا فرسكم واسلام عليكم